موسيقى أولا إلى تعزيز صمود الناس وأنا أعتقد بوجه الشكر إلى وكالة بيتمالي القدس على ما تقوم به من أعمال تشمل جميع جوانب حياة الفلسطينية في القدس من الصحة للتعليم للأمور الاجتماعية إلى ترميم بيوت إلى آخرين ولكن كما قال أن الحاجات أكبر الشعب الفلسطيني أولا بحاجة إلى إنهاء الاحتلال وأن يرى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالي سيكون قادر على إدارة أموره إلى أن يحصل ذلك وواضح أن الأمر سيحتاج إلى وقت طويل نحن بحاجة إلى تعزيز صمود المواطنين وعمل وكالة بيتمالي القدس عمل مهم في هذا المجال ونحن نوجه الشكر لوكالة بيتمالي القدس ولصاحب الجلالة الملك رئيس سجنة القدس على رعايته وتوجيه لهذه اللجنة أنا أحب أن أشير إلى موضوع ما يجري بالقدس الآن القدس تمر بأخطر مراحلها القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها وذلك بسبب وجود حكومة إسرائيلية متطرفة هي الأكثر تطرفا في تاريخ هذا الكيان هذه الحكومة علانية يمكن البعض يقول أن الفلسطينيين يبالغوا شعارها الموت للعرب هذا شعار رفعوا بحملته من انتخابية إلى أن أصبحوا وزراء في هذه الحكومة ويرددوا يوميا أن في إطار الأسطورة أن مكان المسجد الأقصى هو هيكل سليمان وهذا معلن من وزراء في حكومة إسرائيل أنه يجب هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان الحمل على الفلسطينيين لاجتثاث الفلسطينيين من وجودهم في هذه المدينة وهذا أمر معلن ويمارس ضد الفلسطيني يوميا نحن بحاجة للإعلام أولا أن يقف مع الحق لأن قضية فلسطين قضية عادلة وأنا دائما أقول أن المغرب شريك لفلسطين في موضوع القدس من خلال التاريخ ومشاركاتهم في تحرير القدس مع صلاح الدين إلى وجود الفلسطينيين المغاربة أو المغاربة الفلسطينيين وجودهم في داخل مدينة القدس فبالتالي نحن شركاء ونحن يجب أن نعمل لكشف مبارسات الاحتلال ولتعزيز صمود المواطنين وأنا واثق تماما أن هذه الحملة الفاشية الإسرائيلية الجديدة ستنتهي لأنهم وصلوا إلى الظروة في التطرف وسيبدأوا بالتراجع من خلال سمود الفلسطينيين ومن خلال المواقف الدعانة القدس في موضوعين بخصوص القدس أولا في مؤتمر القدس القادم في الجامعة العربية وهو في إطار تنفيذ قرار قمة عربية وأنا كما علمت أن حضور المغرب سيكون على مستوى رفيع بحضور دولة رئيس الحكومة المغربية سيحضر في هذا الاجتماع وأنا برأيي أن هذا كمان دعم مغربي لموضوع القدس ونأمل لهذا المتبر النجاح لأنه سيتناول موضوع القدس من كل نواحي نواحي سياسية نواحي قانونية نواحي الدعم المالي أيضا كان في القمة العربية الأخيرة مشروع قرار لدعم القدس وهو إضافة أسعر عملة نقدي في كل بلد عربي تضاف إلى فطورة التليفون المحمول والنقال وتذهب مباشرة إلى البنك الإسلامي في حساب في البنك الإسلامي والبنك الإسلامي يشرف على تمويل هذه المشاريع ويمكن أيضا بالتأكيد التعاون مع وكالة بيت مالي القدس في تنفيذ هذه المشاريع الجانب المغربي رافقنا في تقديم هذا الاقتراح منذ أن كان في البداية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية إلى أن وصل إلى المندوبين في الجامعة إلى وزراء الخارجية إلى القمة العربية بالتالي المغرب أيضا كان شريك في هذا القرار نأمل أن هذه المبادرات الأخيرة أن تنجح ونرى أن وضع القدس في وضع أفضل شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة